بسمك قطر بيلي عمر رفع الله أهلاً فيكم من جديد وحياكم الله في برنامج دانة في ضيافتنا فتاقة طرية أعتبرها شخصية غير عادية لأنها تحدث عوائق كثيرة لتثبت لنفسها قبل الآخرين أن الحياة لا تتوقف عندها فقدان شيء إما هي وضحة صالح المزروعي عضو جمعية مركز قطر الثقافي الاجتماعي للمكفوفين نرحب فيها أهلاً وسهلاً فيك وضحة هلا دكتور حنا يا مرحبتين فيك سعيدة جداً أنا يا وضحة باللقائك أنت نموذة جميل للفتاة القطرية الطموحة ونبدأ معاك بتعريفة نفسك عرفي أنت نفسك مثلاً ما تشوفينها أنت أنا إنسانة طموحة يمكن عاقتي ما حددت تفكيري خلتني أنطلغ أكثر عندي حب للغير أني أساعد الغير حب أن أساعد خصوصاً المكفوفين والمعاقين ومحة أنت كنت مبصرة أنا مبصرة لحد سنة 99 لحد سنة 99 يعني تقريباً نحن كم سنة من يوم 14 سنة ممكن 14 سنة هو إيش نتيجة يعني عملية بالخطأ عملية طيب يعني هل أنت تعتقدين أن يعني هاي الأمر ممكن يكون يعني تأثيره صعب أن الإنسان كان مبصر وبعدين يصير كفيف أو أن الإنسان اللي مثلاً كفيف من يوم وولدت أمه أهون عليه أنه هو يعني يكون شذي بالطريقة يعني يصب بهذه المرض شوفي هو تكون عندك حاجة وفجأة يعني تفقدينها تكون صعبة لكن أما تكونين مولودة ومعندك حاجة فما تحسين بقيمتها طبعاً أول ما فقدت البصر كان صعب يعني عانيت كثير عانيت من المجتمع ومن اللي حوالي بس بحال الله بالتوكل على الله والرضى يعني أنا حاولت يعني حاولت أني أوجد طريق لنفسي الحمد لله ستيب ماشاء الله يعني صادقت إعاقتي صادقت جميل جميل حبيت إعاقتي فعطتني أكثر حبيتت شوي أعطتني أكثر ماشاء الله وابحة أنت ماشاء الله موظفة وفي نفس الوقت طالبة طالبة ومثل ما أنا عرفة أنت تدرسين في بريطانيا أيو بعد هذه الطموح ينضف إلى طموحك يعني ماشاء الله الحمد إشتدرسين أنت في بريطانيا إدارة أعمال أدرس ماشاء الله هناك الجامعة هي يعني مختصة بالمكفو وفينا ضعاف البصر حياة هناك جدا عادي يعني أقدر تنقل الحالي محتاج أي مساعدة لأنها مسك العاصر البيضة أنت تتنقلين هناك الحالي حالي طبعا أخو يكون معاي مسافر يعني يكون معاي بس أنه التنقل بالعاصر البيضة سهل والحياة هناك جدا سهلة يعني ما يغيدونك في جهة معي لا تقدرين أنت تنطلقين بسرعة هناك ماشاء الله إيش اللي خلاتت تفاكري أن أنت تتكملين دراستج وبحا قلت لك عقب مكاف بصري صار عندي طموح أكثر أنني يعني أني أساعد غيري وأساعد نفسي جميل جميل أول شكر فعلا 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 في شخص أنا ما نستطيع طول عمري هو السيد خالد بن عبد الله المحمود هو الشخص كان في مؤسسة حمد الطبية هو اللي ساعدني أني أقدر ألتحق بالجامعة فرحت للجامعة الحمد لله لقيت حياتي هناك يعني الحمد لله حتى هنا بلغة حياتي بس هناك عشان اللغة أقدر أطورها هناك ما شاء الله ما شاء الله عليك يا وابحة أنت لموذة جميل جدا لهذا الطموح وما شاء الله عليك يعني شجاعة ميش يعني أقصى شيء تتمنين تحققينه في حياتك أنا أول شيء رسالة يعني أحب أوجهها للمجتمع أن الشخص الكفيف أو المعاق سان عادي حال حالكم مش معنى أنه فيه إعاقة أو فيه شيء أنه إنسان ما يقدر يسوي شيء أو ممنوع من الحياة بالعكس يقدر يعيش مثل حاله حالكم يعني بلا الشفقة اللي تخلي الإنسان مغيد أنه ما يقدر يسوي شيء صحيح خلوا ينطلق في الحياة جميع خلوا ورسالة ثانية للأسر اللي عندها معاق لا تخجلون إذا عندكم معاق أو كفيف بالعكس ما هي شيء من عند الله يعني قدر سبحان الله الله اختار هالبشر هالشخص يعني أنا يعني كعضو مني سبغني للجنة قلت الحمد لله صحيح بشرة لتش للجنة سبحان الله يعني فعلا في بشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنت لكم الجنة شواياتك واضحة أنا أحب أسمع القصص كثير أحب المشي أحب أسمع الموسيقى الشعر أحب أساعد الغير أحب يعني عندي أني أستمع لمشاكل الغير وأن يعطيهم الحل جميل يعني معناتها أنت عندك ميل للإرشاد النفسي مثلا ليش ما تخصصتي إرشاد نفسي أنا ما حطيت كوظيفة أو حاجة بها دراستي كانت هواية 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 أن أساعد اللي حوالي لأنه ما أحب حد يكون حزين أو عنده مشكلة فكانت هواية بالعكس الآن يعني أقلبية ربعي دائما يقولون لي لا وضحها لازم أنت تدرسين هالتخصص نحس أنه لو دراستي أكيد بتعطي لنا أكثر ما أنت حين تعطي لنا بس أنا أحب إدارة الأعمال أحب أني أنطلق من هذا المجال إن شاء الله جميل بس طبعا حبتش للإرشاد النفسي أنا أتوقع هو لأن أنت أساسا بتحبي يعني حاب مساعدة الغير عشان شذي أنت تحبين أنت تستمعين بالنسبة حق القصص والاستماع إلى القصص إيش أنواع القصص اللي تحبين تستمعين لها كل الأنواع ما أحدد نوع معين أكثر قصة أثرت فيتش أكثر قصة أكثر قصة هي الكاتبة بريطانية اسم القصة ريبيكا واذا أثرت فيني أثرت فيتش شنو فحواها يعني أو ملخصها يعني عشان تأثر فيتش لابنعرف يعنيش القصة اللي أثرت في واحدة طموحة مثلتش العطاء يعني العطاء بغير حدود يعني لشخص تعطين بغير حدود لشخص ما يستهل العطاء بغير حدود لشخص ما يستحق هل أنت تشوفين أن الإنسان لازم يدرس العطاء قبل ما يقدمه يعني هل يكون يعني أنا أقوم بدراسة الشخص قبل ما أعطي ولا الإنسان يعطي في كل أنا من وجهة نظري أنا الشخصية قد ما تقدر يعطي الناس لا توقف أن بدار معين بغض النظر هذا الإنسان يستحق ولا ما يستحق أي بغض النظر أنا كشخصيا أحس بسعادة لما أعضي حد أنت نموذج جميل ووايد نموذج مشرف للفتيات القطريات أنا أتمنى أن الكل يقتدي فيك سواء مبصر أو غير مبصر لأن الطموح ما يرتبط بهذه الموضوع موضوع البصر من عندما الإنسان لازم يكون طموح في كل حالاته هل عندك كلمة أخيرة؟ لا حبيتي بس أشكركم كلكم وطبعا الشكر الأول والأخير لوطني الله يجزيك خير وضحة ونشوفت إن شاء الله في أعلى المناصب شكرا أهلا وسهلا فيك ضيفتنا وضحة المزروعي كانت نموذج جميل جدا للمرأة القطرية الطموحة وها هي سيدة قطرية تخرج عن المألوف لتدخل عالم التشييد والبناء وقد قمت بدخول عالمها وتعرفت على العديد من جوانب حياتها في هذه الزيارة الخاصة تعالوا لتتعرفوا أنتم عليها من خلال هذا التقرير دكتورة نورة المعبادي صاحبة شركة مكنون للتجارة والمقاولات إحنا سعداء أننا قاعدين نزورتش اليوم في شركتش ونبي نتكلم معاش عن خوض تجربة الدخول في مجال المقاولات هذا المجال الصعب على السيدات بشكل عام سهلا فيكم دكتورة حنان وأنا أيضا يسعدني ويشرفني حضوركم نورة أنت داخلة في مجال التجارة والمقاولات الحقيقة أنا استغربت لما عرفت أني امرأة وتدير شركة مقاولات حسيت بندهاش لأن هذا المجال صعب فكلمنا عن تجربتك في هذه المجال صراحة يعني مش بسيط إدارة شركة مقاولات خصوصا أنا ما عندي شريك وما أحد أعلمني لكن اعتمدت على خبرات سابقة في التجارة واعتمدت على دراستي أنا كدكتورة رياضيات فأنا أعرف أحسب مع المهندسين وبتديت بخطة عملت الخطة وعملت المنطور الناس المهندسين والعمال عرفت أني أنا كيف أستفيد من البداية دكتورة نورة مخفتي من دخولتش في مجال المقاولات وإحنا نعرف دائما أن هذا المجال أصلا مجال خاص بالرجال أبدا ولا اللحظة إذا أنت بتخافين ما رح تبتدين شيء لكن توفيق من الله طبعا المرأة مش أقل من الرجل في العمل وفي أنواع من الأعمال يعني تفوق فيها الرجل على المرأة هاي صحيح وأكيد لكن كشركة مقاولات وإدارة وفيها شيء أنا عندي الخبرة في الإدارة فليش ما أعملها جميل نورة من متى أنت صارت في الشركة هذي شركة مقاولاتي حين صارت كم سنة؟ من 2007 يعني ست سنون ما شاء الله وتحسين أن أنت يعني تغيرت شخصيتك في دخول هالمجال ولا مثل ما أنت نورة؟ أعتقد شخصيتي هي نفسها شخصيتي من زمان من وانا صغيرة إلى الآن لكن تنسقل الشخصية في شركات المقاولات تلقين أنواع كثيرة من النص لازم تتعاملهم مع فئات مختلفة وزباين مختلفين وحتى الموظفين يعني وأيضا الساب كونتراكترز مقاولين تحت الباطن أو المقاولين الرئيسيين فأنا أخذ خبرة يعني الدخولي للمقاولات طبعاً غير فيني طريقة التعامل مع فئات مختلفة من الناس الحقيقة دكتورة نورة أنت بعدها تحاولين إضافة شي جديد في السوق وهذه في حد ذاتها ترى يعني شي جداً جميل وتميز أنت تتميزين فيه أنت إذا تبين تنجحين لازم تجيبين شي مطلوب مش موجود في السوق حلو لأن السوق فيه تنافس خلاص شبعوا الناس من الجبس ومن أشياء كثيرة صحيح فعلاً هذي لطبعاً هينسميه ستريتش سيلينج هذا ضد الحريق ويتحمل ضغط يعني سنتيمتر الواحد يتحمل ضغط 180 كيلو حلو وديورابل وعليه قرانتي عشر سنوات جميل وحتى لو وصل إلى نقطة المحترق هو غير صام يعني دخانة ما يضر أي شخص يكون في الغرفة هاي غرفة أطفال مثلاً ممكن تكون صورة ثانية يعني وهي شي ممكن إحنا نعملها بسهولة شو ما أول توجه لك في مجال التجارة؟ ندمجت في الدراسة وطلعت الأولى على الجامعة وعلى طول خدت الماجستير والدكتورة في سن 28 سنة ما شاء الله وبعدين خلاص صرت أقوى طبعاً ففتحت فتحت ابتديك بالبوتيكات أنا كنت إيش أسوي كنت أسافر أروح وأشوف المصانع وأطلب أوردارات وأنا اللي أعمل التصميم المناسب القطر وكانت بوتيكاتي ناجحة ما شاء الله ما حلاتك ما تواصلت في هذا الموضوع؟ علمنا أنه موضوع نسائي وممكن نقوله أنسب لشخصية المرأة يعني لماذا تدخلي في هذا المجال؟ لماذا لم تكملت في البوتيكات؟ أقول لش فيه سببين؟ السبب الأول صارت العولمة فصارت تفتح محلاته موجودة في كل مكان في العالم وما تقدرين تسيطرين على الأسعار على أسعارهم يعني إحنا ما نقدر نجيب نفس أسعارهم ورخصهم هاي سبب السبب الثاني إن شغلت بالأسرة أنا عندي الأسرة أهم من أي شغل ما شغل؟ هي النواة هي أصل المجتمع الأسرة إذا صلحت الأسرة المجتمع كلها صحيح صحيح إذا الواحد فقد دورها إذا الأم فقدت دورها في الأسرة احتلت الأسرة ومن هنا أنا بعد أحييتش دكتورة نورا أن حضرتك في مرحلة من مراحل حياتك تركتي عملتك في الجامعة صحيح؟ فعلا أنا تركت عملي وكنت ناجحة وكانت علاقتي زينب رؤسائي وزملائي وطالباتي كانوا يحبوني وأحبهم وعلى الرؤوم من هذا تركت هذا العمل؟ تركت بسبب الأسرة لأن في الجامعة ممكن أي حد يقوم مكاني لكن في أسرتي من مكاني؟ دكتورة نورا طبعا أنت خارج العمل أكيد عندك هوايات عندك أماكن خاصة فيك تحبين تروحين لها تفرغين ما فيك من الشحنات أو ضغط العمل هواي الأحلى مكان هنا في قطر تحبين تروحينه وتفرغين فيه ضغطة بعد العناء والتعب على الرغم أني أنا أحب أروح البحر عندنا يعني مقوم في البحر عندنا المزرع لكن مثل المتحف الفن الإسلامي غير شعور آخر يعني أشعر بالراحة فيه أشعر أني أنا رجعت الجذوري جذوري وأصلي وحتى شكله شكله كأنه طالع من الصحراء لونه كأنه رمل وسط البحر يذكرني بجدودي موسيقى إذا تشوفين موقع المتحف في طرف الكورنينش الطرف الآخر في الأبراج حوالي 180 برج فكأنك أنت في كفة ميزان الأبراج من جهة والمتحف من جهة وموقعها تقدرين تشوفينها من كل مكان والأبراج تقدرين تشوفينها في كل مكان يعني كأنه يقول لنا مهما تطورتوا في البنيان لا تنسون أصلكم يا قطريين موسيقى المتحف الفن الإسلامي أحبه كثير أنا أثوق الفن وأحب الفن غير أقم واحد الشي الثاني إن أنا يعجبني المعمار في هالمتحف الطريقة الهندسية اللي هو مبني فيها يعني أنت حبتش المكان انطلق من انبهارتش بهاي المبنى؟ انبهار بالمبنى مش من الخارج بس أيضا من الداخل أنا أحب هالمتحف يعني حتى تحبين تقعدين في الجلسة هذه إيه يعني إذا تلاحظين الشباك هاي الكبير لفوق ويطل على البحر يطل على الدوحة كلها ويطل على الأبراج وعلى الأبراج أنت تشعورين بأن المتحف الإسلامي كأنه يخاطب الشق الثاني من الدوحة اللي هو كأنه يخاطب الشق الثاني من الإنسان القطري شق التطور، شق الحضارة فإنك يعني يقول له يعني أنت مثل ما قلتي أنت إيحاء اللي ييج مهما تطورت فإندي لا تنسى تاريخك وتاريخك ولا تنسى يا قطري أو يا قطرية ويا أي إنسان سواء في قطر أو خارج قطر إنه تخلي عقلك مفتوح على الحضارات الأخرى وإلا ما تطور جميل لا تنغلق على نفسك طيب شي جميل هاي دكتورة نورا حتى هاي المعاني اللي أنت تتكلمين عنها شي جميل لو إحنا حاولنا نغرسها في عيوننا يعني أكيد أنت حصة بنتج أكيد تجيبينها هني ويمكن تعطينها إحاءات من هاي الأشياء اللي أنت تفاكرين فيها صح أو إن غلطانا؟ أكيد حصة دايما معاي أي وقت أنا أجهني لازم أجيبها لأنه ما بها تنسى تاريخها وإنتي تتمشين مع حصة بنتج أو مع أي حد أو أي إنسان تحبينها في داخل المتحب إيش أكثر تحفة تحبين أن أنت تشوفينها معاه أو تروينها إياه؟ يعني يمكن أكثر تحفة فعلا تشدني واجد اللي هي فيه صحن وفخار بس أعتقد عليه الصبغة بيضة أو شيء يعني قديم وحواليه بيت شعب مكتوب فيه وعاجز الرأي مضياء لفرصته حتى إذا فاته أمر عتب القدرة يعني أتخيل هما كانوا يجلسون وياكلون ويقرونه وتناقشون في هالموضوع القدر يعني خلاص أسلم بالقدر ولا أشتغل وأعمل مو بعدين اللي الله يكتبه يكتبه بس ما أقعد أنا في مكاني لازم أني أنا أواجه الحياة لازم أشتغل لازم أعمل يعني هاي معناه بس معنى البيت بعد أيضا أنه أنت إذا عجزت عن بعد بعد عن فرصتك بعد لا تيأس لا تزعل نفسك الحياة يعني تمشي بالتغير وكي شيء الأمور يعني لا تزعل على شيء أبدا موسيقى بالفعل يسعد الإنسان عندما يرى سيدات قطريات بهذا الطموح وهذا القدر العالي من الرقي وفكرة قيادتها لشركة مقاولات فشكرا لك دكتورة نورا على هذه الزيارة قبل الفاصل أذكركم مشاهدينا بالتواصل معنا ومشاركتنا لأن مشاركتكم هي الداعم لنا وهذا عبر العنوين الظاهرة لكم على الشاشة سواء من خلال الإيميل وأيضا الفيسبوك وتويتر من خلال هاشتاغ برنامج الدانا فاصل ورجع لكم خلكم معنا موسيقى